تحت البند السابع من أعمال مجلس حقوق الإنسان أكدت المملكة في كلمتها استنكارها للانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وموقفها الرافض للوضع الإنساني بغزة والمستند على قرارات القمة الإسلامية والعربية المشتركة التي استضافتها المملكة استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية وصدرت عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية جميعا ودعت إلى حقن الدماء وإصال المساعدات دون قيود وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة رحبت المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن أن دولة فلسطين موهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة كما دعت المملكة الدول الأعضاء بالاعتراف بدولة فلسطين واستشعارا بمسؤوليتنا المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تشزيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فقد أعلنت المملكة مع شركائها عضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وندعو الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف وإيمانا بمسؤوليتها بالتحرك الجاد في سبيل تشزيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف